ميدان مصر مبارح شهدت أعداد كبيرة جدا من المتظاهرين اللي بيطالبوا بتسليم السلطة لسلطة مدنية منتخبة بأسرع وقت ممكن يوم الكرامة شاركت في كل فئات الشعب من فئات مختلفة عمرية واجتماعية وثقافية وانتماءات كمان سياسية مختلفة مطالب محددة كانت كل الميدان بتقول فيها كان فيه عدد من الوقفات أمام مسبير وأمام وزارة الدفاع وكمان أحدات كتيرة حصلت داخل ميدان التحرير خلو نتكلم عن ده إلى جانب كمان نتكلم عن السيناريوهات المطروحة لتسليم السلطة لسلطة مدنية إيه المتاح والكلام اللي احنا بنسمعه إيه اللي ينفع وإيه اللي ما ينفعش عيوب وموائزات كل من هذه المقترحات وكمان نتكلم عن مجلس الشورى اللي بكرة اللي بكرة ده على طول مفروض كلنا نروح ننتخب وندلي بأصواتنا في مجلس الشورى ونعرف تفاصيل أكتر عن هذا المجلس خلونا يكون معانا عشان نتكلم في كل المواضيع دي ديوفن اللي بنورونا في الستوديو أستاذ عصام الإسلمبولي الفقه الدستوري نهارك سعيد يا فندم نهارك سعيد دكتور محمد محسوب عميد كلية الحقوق جامعة المنوفية نهارك سعيد أهلا نهارك سعيد طبعا من يوم الأربع الزكرة ثورة 25 يناير تباينة وجهات النظر هي يبقى احتفالية ولا يبقى تأكيد على استمرارية الثورة ولا يعني نستخد عزب فالحقيقة الثلاث تصورات دي يعني لا يجوز ان احنا نحتفل بثورة وفي شهداء لم ينقل حقوم حتى الآن أو على الأقل يعني حقوقهم في مهاب الريحة حتى هذه اللحظة ولا يجوز ان نحولها الى جنازة أو يعني نتقبل العزاء لان هذه الثورة ضفع فيها سمن غالي جدا شهداء ومصاهبين وبالتالي التأكيد على استمرارية الثورة هو ده اللي كان ينبغي واعتقد الحمد لله ان هو دي وجهة النظر التي انتصرت في مواجهة من كانوا يريدون ان يحولوها الى احتفالية او بعض البسطاء اللي هم يعني متأثرين طبعا بقتل أولئهم وإصابة أبنائهم فكانوا يعني يريدون ان يحولوها الى جنازة وعندما اقتنعوا بالفكرة انضموا اصحاب الفكرة الثالثة دي انضموا الفكرة ان الثورة مستمرة والتأكيد عليها تمام دكتور محمد الحقيقة انا بعتقد التلات يام دولت بدءا من يوم 25 الاربع لحد الجمعة هي حسمت قضية كانت مثارة في ذهن كل الشعب المصري واثيرت بقصد في وجهة نظري في الحقيقة الالتفاف على الثورة فكرة الشرعية انه خلاص بقى فيه برلمان ومن ثم هذا البرلمان اصبح يمثل الشرعية ويمثل ارادة الشعبية ومش عايزين حد يتكلم على شرعية اخرى وده مناقض لكل ما يتحقق في اي ثورة في الدنيا بما فيها على سبيل المثال الثورة اللي قدها الجيش سنة 52 مفيش تناقض خالص انا بقول للناس اللي في البيوت والناس اللي قاعدين امام التلفزيونات والناس اللي في الشارع انه مفيش حاجة اسمها تناقض ما بين الارادة الشعبية وشرعية البرلمان وشرعية الثورة وشرعية الثورات وانه لو حصل تناقض فده معناه استبعاد كل انجازات الثورة لانه الناس اللي في بيوتها ونزلت وقدت اصوتها هذه الاصوات لم تكن لها اي قيمة قبل الثورة الثورة هي التي منحت القيمة للارادة الشعبية كمان لازم نعرف انه البرلمان ده وظفته انه مؤسسة من مؤسسات الدولة بهدف تكوين مؤسسات ديمقراطية تكرس قيمة الحرية وقيمة تدول السلطة لكن الثورة هي التي دفعت الثمن لانشاء هذا النظام السياسي الثورة كان تمنها دم وعرق وعيون فقئت لشباب كثر وتضحيات هائلة البرلمان ثمن صحيح عرق وثمن اصوات وثمن برد بذل لكنه في النهاية هو نتاج لهذه الشرعية فيش تناقط فانا اعتقد التلات يام اللي فاتوا انهت هذه المشكلة وعدت الثورة الى التحرير وعدت الثورة الى زخمها الاول والكل ادرك انه لا قيمة في الحياة لاي نظام سياسي ولا قيمة لاي مؤسسات ولا قيمة لبرلمان ولم تكن قيمة حتى لارادتنا السياسية لو لا هذه الثورة المباركة وانه الشعب هو الذي سيستمر رقيب عن نظام السياسي انه يكون النظام السياسي ده متوافق مع الثور وإلا لو قعدنا في بيوتنا هنجد حيعود نظام سياسي بالتدريج هيميل الى الاستبدادية وحيبقى البرلمان شكلي وهتبقى الحكومة شكلية ويبقى في حد بيحرد كل القوى من وراء السطار داري خليني كمان اتكلم من وجهة نظر الناس القادة في البيوت انتو حايزين ايه ما كفاية بقى ما هي السلطة هتتسلم في شهر ستة ارحمونا من المظاهرات والمسيرات تددوا فرصة للناس تندس في وسطوكو وكان فيه كلام طبعا اللي كان من كام شهر انه يوم خمسة وعشرين فيه مخطط لحرق مصر والرعب اللي حاصل عند المواطنين اللي مش بينزلوا سمي نوم بقى لغنبية الصمتة سمي نوم الكنبة يعني ان كانت المسامات لكن فيها مواطنين او تكوين بتاع الشعب المصري فحيك شايف انه الثورة في الفترة الاخيرة فقدت شوية من دعم الشعبي الشعبي اللي هو قصدي الجموع اللي هي مش بالضرورة بتشارك بشخصها داخل الثورة تلات يام اللي فاتوا دول وإحنا كنا نقول انه الثورة قدرت تسترد قوتها وحشدها وعفيتها بس في نفس الوقت مازال فيه ناس قاعدة في البيوت شايفة انه لا يا جماعة رواحوا بقى وصبونا نشتر شوفي هو طبعا من الخطأ بمكان انه ناخد من الناس اللي بتقول اللي بتقعد في بيوتها ونتكلم على اساس اي اساس حول حضرتك ليه هذه الناس نفسها هي اللي كانت ضد من الشعب يصور في 25 يناير وكانت دايما تقول مفيش فايدة بقى وخلاص والبلد مش بلدنا ومش بتاعتنا ويعني نقعد وربنا يبقى يتولينا نفس هذا المنهج واللي كان بيحرد حتى الابناء الشباب هزي الامة على الصفر للخارج والبلد ويقروا بالفساد وبالقراب لكن السلبية في المقاومة وعدم الاختناع بوصول للشيء هما نفسهم ايضا وحتى بعد ما ركحت الثورة وما صدقوش ان الثورة نكحت هما برضو قلوا اول ما طلع الرئيس المخلوع والقى الخطاب الشهير بتاعه خلاص بقى يا جماعة انتوا عايزين ايه ما ما تعودوا اللي بقى لك نفس المنهج يعني وبعدين لما ميش ما صدقوش ان ده حصل ففرحوا وانضموا للشباب اللي قام بصور وبعدين لما جي المجلس الاعلى القوات المسلحة وبدأ فيه وجهات نظر يعني هزه الافراد او هزا الجموع من الشعب اللي هزا بتكلم عنه مفيش اولا في العالم صورة بنقول الشعب الفلان يخرج يعمل صورة ما بيحصل بيبقى فيه دايما طالعة لهزا الشعب الناس اللي اريا الناس اللي فاهمها الناس اللي عندها القدرة على الحركة اللي هما يعني مش الكنبة اللي بتقول عليهم بيخرجوا بيعبروا عن الشعب فيجد تأييد شعبي عارم جدا وزي ما حصل والاوضاع بتستقر عليك دايما اللي قاعد وعاجز عن الحركة ومش قادر يعمل حاجة يحبط الآخرين ويطالبوا بس كويس برافع عليك بقى طب نقعد بقى نستنى هذا منطق هو دا منطق دائما مش في مصر بس في كل دول العالم يعني اي دولة ام فيها الثورة كان دا موجود دي واحد اتنين الذين لهم مصلحة في احباط الثورة الكلام كان بيكلم عنه الدكتور دلوقتي انت كان عندك منذ ان قامت الثورة صراع ما بين نهجين نهج الشرعية الثورية ونهج الشرعية الدستورية الشرعية الثورية دي مش هتستقر الى لما مؤسسات الدولة تبنى على هزا النظرية او هزا الفكر اللي هو مطالب الثورة تتمنى ان يتعامل دستور متبني كل ما جاء في مطالب الثورة تبقى فيه ممارسة فعلية وحققية في كل مؤسسات الدولة البرلمانية والتنفيذية والدستور وكل المؤسسات كل البلد كلها تنضبط على فكرة الشرعية الثورية انها بتستمد شرعيتها من الدستور من الشعب مش الشعب اللي هو مداني التحرير الحياة احنا دايما نظلم ميادين المحافظات في مصر كلها لانه اول من اطلق شرارة الثورة حقيقة كان في سويس وبالتالي يعني كلمة التحرير دي بنقولها مجازا انما المقصود بها ميادينة مصر واللي على مستوى الجمهورية شهدت احداث الثورة طول ما هذا الصراع موجود حتاجد النغمتين يعني هقول لحضراتك على حاجة انا رأي انه الصراع ده احتد وبدأ يظهر قوي ما بين مفهوم الشرعيتين بعد الاستفتاء بتاع 19 مارس اللي حب فيه تصور خطأ المجلس العلقات المسلحة انه بهذا الاستفتاء بيستمد الشرعيته من الاستفتاء وهذا غير صحيح المجلس العلقات المسلحة اللي بيقوم بإدارة شؤون البلاد استمد وجوده وشرعية وجوده من يوم 11 فبراير عندما اكبرى الرئيس المخلوع ان يترك السلطة يمكن من قوي اكثر يا ممكن يكون كمان في الناس بتقول من يوم 28 من ساحة من الناس هاتف كتبيه في المدانية والصوار يعني هو متخيل انه هو جه بالاعلان الدستوري المشوه اللي اخدوا حول ارادة الناس من انها متجهة ان تعدل دستور فاخد المنصوص ثم اختطع من نصوص 71 ولحم بينها وقال ان الدستور بعد بقى ايه بعد ما كان بقول لها دستور 71 لم يسكت عمل هذا الاعلان الدستوري وهذا اقرار باسقاط الدستور وانه بيحاول يقوم شرعية هو اعتقد انه شرعيته مستمدة من هذا الاعلان او من هذا الاستفتاء طيب دكتور محمد واحنا بتكلم على الطليعة اللي هي بتحرك السياسات والدول يعني بشكل عام وانه ده مش اقبل زي ما بيحصل في العالم كله بس كمان هو الكلام بقى اللي بيتقال انتوا لو عملتوا دلوقتي انتخابات هيتم فيها هيتقال فيها عكس اللي انتوا بتقولوه او العكس اللي الطليعة دي بتقوله بمعنى اخر انه انتوا عايزين تقصوا حق الناس اللي قاعدة في بيوتها حتى لو كانوا مش مشاركين طيب يلا بينا نعملوا يعني وطرح قبل كده المحكب انه هو السندوق اعملوا استفتاء على بقاء المجلس العسكري مثلا وهتشوفوا ايه النتيجة وده خلينا اسأل اهمية الانتخابات في الظروف اللي زي دي في الوقت اللي بنقول فين الطليعة هي اللي بتحرك الافكار بس نفس الوقت الجموع مش بالضرورة تبقى معها هل في العالم كله كان ايه اللي بيحصل يعني ما بيتعملش انتخابات دلوقتي بتتأجل شوية بيحصل ايه علشان توفيق اوضاع السوار يعني ايه اللي بيحصل الحقيقة انا قبل ما اجاوب على السؤال ده لانه مرتبط بالجزئية اللي استاذ عصان في الحقيقة اشار اليها وهي جزئية هامة جدا بالفعل اللي بيحصل في مصر دلوقتي وكله تداعيات لللي حصل يوم 19 مارس والحقيقة 19 مارس الناس النهاردة بتتمسك دائما بفكرة الارادة الشعبية 19 مارس حصل انقلاب على الارادة الشعبية مش حصل توافق خالص مع الارادة الشعبية ارادة الشعبية قالت حاجة استعاد الدستور 71 مع تعدل 8 مواد وإلغاء مادة فالله حصل لا اصق الدستور 71 وجابوا التمن مواد حطوها في حوالي 62 مادة اللي سمي الاعلان الدستوري الارادة الشعبية مقالتش اعلان دستوري خاص لكن اسوأ من ذلك ان حتى التمن مواد شويهت اه طبع زويرت زويرت انه كان فيها تنظيم للعملية انتخابية بشكل معين انه رئيس الجمهورية هو اللي كان المفروض يدعو لاجتماع البرلمان اه مع مجلش الشعب المادة 189 كان بتقول كده فغيروها وتحولت الى المادة 60 وقالوا المجلس الاعلى يدعو وشوف في علم الصورات انه اللي بيدير المرحلة الانتقالية لو عمله مصلحة في الموضوع في التحول في المرحلة الانتقالية اللي عملها بتفسد والحيال المجلس الاعلى قوات المسلحة للأسف جعل من نفسه يعني جعل لنفسه مصلحة في الموضوع اه لا انا احبقى رقيب انت تبقى رقيب ليه المفروض ينتخب رئيس الجمهورية بالتوازم عن انتخاب البرلمان هو اللي يدعو وهم اللي يديروا مرحلة وضعوا الدستور لا لا لازم أبقى موجود لحد وضعوا الدستور يبقى عايز يطمئن على تحقيق مصالح خاصة به هنا بدأت تحصل المشكلات اللي احنا بنشوفها لكلها الاحتجاج بفكرة وبالتالي يعني حجتهم فيما تعلق بالإرادة الشعبية هم خانوها أولا من 11 مارس خانوا الإرادة الشعبية فيعني عيب عليهم انه هم يتمسك بالإرادة الشعبية احنا اللي بنتمسك بالإرادة الشعبية بس هم بيتمسكوا بيها اللي يضعوها في مواجهة شرعية الثورة زي ما نقولت عمر ما حصل في التاريخ انه شرعية الإرادة الشعبية كانت في مواجهة إرادة الثورة ولا العملية تفسد خلينا نتخيل الإسبوع اللي مر الإرادة الشعبية أنا بحترم في الحقيقة حزب الكنبة وحزب الشارع وحزب العباسية وحزب التحرير وكل الأحزاب وكل اتجاهات وكل الأراء بحترمها جدا لأنها في النهاية طالما موجودة في الأرض بيقيدها خمسة ستة سبعة من هذا الشعب هي جزء من ناسج هذا الشعب وفي النهاية الديمقراطية بنروح لسندوق الانتخابات بس الديمقراطية لها كتالوج لموارسته اللي هو الدستور فلازم نكتفع على الكتالوج قبل ما نحتكم للسندوق لأنه لو احتكمنا السندوق قبل الكتالوج معناه أنه الأكثرية دي هي اللي هتحط الكتالوج طب أنا مش هلعب مش هشارك معاكم لا احنا قبل ما نحتكم إلى السندوق عشان نشوف مين اسمها الأغلبية السياسية وهي أغلبية عارضة مؤقتة تتغير كل 3-4 سنين قبل ما نروح أحدد من الأغلبية السياسية لازم إحنا كثوار عزمنا وضحينا لأجل إسقاط نظام وبناء نظام سياسي جديد لازم نقعد مع بعض ونقول تصوراتنا للدولة المستقبلية تعالى نتوافق تعالى نتوافق على هذه التصورات بعد كده نحتكم للسندوق اللي ينجح ينجح لو بصينا الإسبوع اللي فات هو بيدينا بقى مقطع صغير كده لما قد يحدث في المستقبل البرلمان ممثل إقراضي الشعب كل الشعب بقى شارك في الثورة ما شاركش قاعد كل راح انتخذ شارك بالدعاء أو شارك بالتضحية بعينه بجزء من جسمه باستشهاد ابن من أبنائه كل الناس شاركت في الانتخابات وأنتج هذا البرلمان والبرلمان جي نعقد تحت ضغط الثوار ما كانش هنعقد لكن هنعقد في آخر الثلاثة تحت ضغط الثوار اللي ضحوا بشهداء يزيد على ستين شهيد في محمد محمود وفي مجلس الوزراء احداث مجلس الوزراء اجتمع يوم 23 ثم انتخب رئيس لي ثم اجتمع يوم 24 وانتخب رؤساء اللي جاد ثم خد أجازة فجأة وتاني يوم كان ذكرى الثورة التي أتت به الثورة اللي أعطت قيمة للأصوات والصناديق ومفهوم الأغلبية وإرادة الشعبية خد أجازة لأن الرجل تعب اختار رئيس المجلس واختار رؤساء اللي جان وراح روح بيك وخد أجازة كمان مختلف عليها مختلف عليها وقال أصلا هنعقد يوم الثلاث أصلي فيه مظاهرات ده أنت بتمثل إرادة الشعبية اللي جات بها هذه المظاهرات يجب أن تتوافق معا أنت جيت على رماح أسنة رماح هذه المظاهرات فهو بيستخبأ من المظاهرات دي وحاجي بعد أصل يوم اللي اتنين هتحصل انتخابات الشورة تحدوا اتنين احنا في هذه الظروف كنا نحتاج أن البرلمان يجتمع الجمعة يعني حتى يوم الجمعة يجتمع برلمان الثورة وصلي في مدان التحرير إذا كان يريد أن يتوافق ده بيدينا نموذج أنه مش بالضرورة المؤسسة تيجي فتعبر عن أهداف الثورة لا ده ممكن تلاقيها بعيدة شوي تبمين يعدلها وده نتيجة الخيار الخطأ يا دك لا بس حتى الأخير خطأ بس لازم حتى خطأ في الطريق في الطريق ما ده اللي خالي نرجع للسؤالي بعد سنقل ده اللي نرجع للسؤالي حتى البقية أنه أنا محتاج دائما حد يقيم الأداء أداء السياسي اللي هم الثور دول تمام ده خليني بقى أرجع للسؤالي اللي أنا عايز أعرف إجابته هل فكرة الطريق اللي أستاذ عسام تكلم عليها دلوقتي هو أنه هل المفروض كان الطريبة مختلف خالص بقى من البداية لأنه لما احتكمنا للسندوق وزي ما بقول كل محد يحاول يروي براع السوار طب يلا نعمل استفتع أو يلا نعمل بتاعة ما ينفعل شاء الله حضرتك ليه لأنه أي ثورة بتقوم في العالم أول حاجة مهتمة ومعنية بيها أن تترجم مطالب وأهداف الثورة في دستور ثم أن يأخذ الثورة الذين قاموا بالثورة واستجاب لها الشعب حقهم في تنظيم صفوفهم والانخراط في أحزاب تستطيع أن تترجم بطالب وبرارة من الثورة عبر الأحزاب ودخول الانتخابات فالذي حدث عكس هذا تماما يعني اتنحى قصة الدستور جانبا ودخلنا في قصة أن الانتخابات تبقى الأول ويلا بسرعة يلحى وعملوا انتخابات ها على شهر عايزين يسلم السلطة وطبعا مسألة تسليم السلطة ده حصل فيها كلم كتير وتغيير موعيد وبعد 26 شهر ومع الضغوط طب تبقى 36 إلى آخر هذا الكلام وحتى الوصائق اللي صدرت من المجلس الأعلى أول إعلان يقول 16 شهر وفي الإعلان وبعد كده يمدها لفترات أخرى لأنه التخبط الشديد وده بقى اللي وصلنا نحن فيه نقان يعني أنا عايزة أسأل حضرتك أو أديك تصور ماذا لو كنا بالفعل بدأنا بإعلان الدستور بإعداد الدستور كان زماننا دلوقتي الدستور احنا بقلنا سنة هو بالضبط كان زمان الدستور التعمل ثم بعد الدستور التعمل كان يتم إصدار قانون صحيح ومعبر عن هدف الثورة في مسألة الأحزاب مش بمفهوم الترخيص بمفهوم الإختار ثم الشباب ينخرج في الأحزاب التي يراها معبر عن أختار ومبادئ ثم نبدأ بعد الدستور نبني مؤسسات الدولة ونختار رئيس الجمهورية طيب دي لو ده كان حصل في هذه السنة الصورة كانت تختلف تماما الاختلافات اللي جرت الفترة الماضية كلها من تجاوزات وقعت من المجلس تجاه الصوار في عدة مواقع ما كانتش هتحصل لأنه كان هيبقى عندك أساس حطتيه وارتضتيه وبتبني عليه خريطة للطريق إنما دلوقتي انت بعد حتى دلوقتي ما هتنتخل ما هتخلص انتخابات مجلس الشورى اللي هتبدأ غدا ثم تخش في قصة انتخاب رئيس الجمهورية هيبقى من المنطقي ومن الطبيعي إن بعد ما تحط الدستور تعيدي بناء مؤسسات الدولة على أساس الدستور الجديد وطبعا هما لأنهم أصحاب مصلحة هيحطوا في قلب الدستور نص يديهم حق مع الحرام سيقعد عايزة عايزة أفرندي يعني إحنا المفروض إن لما نعمل الدستور المفروض كده زي ما الكتاب بيقول إن إحنا نلغي مجلس الشعب ده ونعمل انتخابات جديدة لا يعني هو بحكم الدستور الدستور بيحط قصص المؤسسات الدولة بتقوم على إيه فينبغي إعادة هيكلة مؤسسات الدولة وفق الدستور الجديدة اللذي تم وضعه طيب ماشي سواء رئيس جمهورية مجلس شعب مجلس شورى لو حيقولوا آية استمر ولا لا كل هذا الكلام فبالتالي بعد كده لو عملنا الدستور هنعمل انتخابات مجلس شعب تاني المفروض ده صح لكن لو عملوا إيه بقى مش هيحصل ده لو حطوا نص في الأحكام الانتقالية في الدستير دايما في نهاية الدستور في الباب الأخير بيحطوا نصص انتقالية لمرحلة انتقال مؤسسات الدولة من ما قبل الدستور إلى ما بعد الدستور بيحطوا في طلاقة أحكام انتقالية هيحط نص أعتقد يعني ده مصلحيتهم بقى وده عيب بقى أن يدعى الدستور وده الكلام بقى ما يضعش عن طريق لجنة هيئة تأسيسية منتخبة وإنما عن طريق السلطة التشريعية أو اللي هو البرلمان لأنه طبعا ما له مصلحة وده الفكرة كان بيكلم عنها الدكتور اللي له مصلحة هتنعكس في الدستور له يملك أن يضع الدستور الآن سواء أن ينتخب ناس من برها أو ما بين برها وما بين داخله ده كلام خطير للدستير ما بتحطش كده لو بتتحط على أساس مصلحة لأفراد معينين ولا بتتحط بأغلبية إنما ده توافق مجتمعي يتم وضع الدستور عليه ثم تبنى مؤسسات الدولة عليه طيب أريد أن أتكلم عن مجلس الشورة بكرة وبعده مفروض نتخبات مجلس الشورة اللي بنتكلم فيه والليس بنسأل فيه دايما الناس القرونين زي حضراتكم نقوله هو طب هو إيه لازمت يا جماعة مجلس الشورة الناس تولا مش فاهمين طب هو بيبقى ليه سن معين ولقينا فيه شباب كتير داخلين ولا أنا فاكرة بالنسبة لي الشورة دي يعني كبار كبار في السن لا اكتشفت أنا ممكن يدخله الشباب طب إيه دوره إيه صلاحياته مع حدش عارف تصريحات بنسمعها من مجلس الشعب إنه أصلا هيتلغي لما يتعامل الدستور الجديد طب نعمله ليه دلوقت فاحنا مش فاهمين حاجة ومجلس شورة ده إيه لازمته يا دكتور الحقيقة أنا زي الناس اللي مش عارفين وظيفته أنا مش عارف وظيفته والحقيقة إنه برضو نوع من كان فيه نوع من العجلة في وضع الإعلان الدستوري والعجلة كأنه كان فيه رغبة في تلفيق حاجة لأنه العجلة لم يعقبها عجلة يعني كان فيه عجلة ومع ذلك فيه طباط شديد في المرحلة الانتقالية يقول انتخابات على مدر شهر وشوية والانتخابات على يومين ثم على تلت مراحل ثم انتخابات مش عارف إيه ثم رئيس الجمهورية كما كان مطروحا قبل كده ربما يبقى في النصف الثاني من سنة 2013 ما كنت يستعجل ليه وانت بتحط الإعلان الدستوري وفاجأتنا به لو كان استشير الشعب في الحياة بكل بساطة كانوا مش عايزين المجلس ده لأنه المجلس ده وتوضع فيه ظروف معينة وكان ظروف الحكم تختاضي انه هم يوزعوا المناصب ويوزعوا السلطات فأنشأوا مجلس للناس اللي مش لقيم مقاعد في مجلس الشعب عشان يوزعوا برضو على آخرين لكن سلطات حقيقية هي سلطات متعلقة بالصحافة يمكن إسندها لحد تاني سلطات متعلقة وعلى فكرة وكانت تضر الصحافة صحافة بمعنى أن مجلس الشعب هو الرقيب على مؤسسات الصحافية بشكل عام ربما دي السلطة الحقيقية الوحيدة لي والحتة التانية إنه هم بيعرض عليهم القوانين عشان يبدو الرأي فيهم وغالبيتهم في الحقيقة كانت ذات شروط مجلس الشعب عضوية مجلس الشعب كانت في مجلس الشعب ومن ثم لم يكن فيهم العلماء ولا المتخصصين ولا المتميزين وأنا أعرف في دائريتي في المطارية وعين شمس المفروض شورة دول حكوماء بتهالي من نظريا يعني المفروض أنا دي عضوية في الحكاية دي على فكرة ايه؟ احكم فيها ببطلان عضوية طوعة مجلس الشعب اللي هو جيده القراءة والكتاب وربما يتعلم المحكمة أجرته واختبار أه المحكمة أجرته واختبار أمامها في تلت مواقع في تلت تسطر من مادة خمسة وتلاتين من قانون باشا في حول السياسية في غالة سبعتاشر خطأ تلت سطور لأنه بالشرط انه يبقى عارف القراءة والكتابة ويجيب شهادة محومية بجيبها بأي طريقة كده بيت نحومية بيتش محومية لما جميع دعوه عشان يعمل الاختبار فادعني ايده مكسورة فالمحكمة قالت له اذا ما جيتش هيعتبر ان هذا الكلام صحيح فاضطر يحضر لأ طب ما ده مش لاي واعتبر دي قضية تانية انه كان بيتدعي المرض كان مفروض قطع ايده كان مفروض قطع ايده عشان ممكن يعملوها فانا عجل المجلس الشرق المؤسسة مالهاش قيمة وفي التحول في مرحلات تحول الديمقراطية مالهاش اي قيمة الغريب انه مجلس يعني القيمة الوحيدة اللي هتبقالها في هذه المرحلة والمجلس الاعلقات المسلحة اسندوا اليها انه هو جعله ضمن الجمعية العمومية اللي هتختار لجلة الوضع الدستور تمام وبالتالي ما عادش لي غير هذه الوظيفة تم خلينا نتصور ايه اللي هياس دلوقتي في صراح هائل عايزين نتصور حزبين بس عشان الحصول على اغلبية البرلمان عشان يبقى لهم الاغلبية في الاختيار الجمعية التأسيسية فايا كانت الغلمة الجمعية التأسيسية جات وحطت فكرة المصلحة حطت دستور والدستور قال انه النظام السياسي مثلا برلماني او رئيس الجمهورية له سلطات مختلطة او نظام مختلط يعني برلماسي زي ما بيقولوا واعدل شوية في سلطات المؤسسات المفروض منطقا ان نحل كل ده بقى ويقول ان تحل كل المؤسسات القائمة ويعاد ان تخبعها وفقا دستور انا اراهن ان ده مش هلقا حيقول تبقى المؤسسات طيب هل في الدستور بقى هتستغنى عن مجلس الشورى غالبا هستغنى عنه طب هتعمل في ايه تحلوا لوحده وتستبقي بقية المؤسسات ده مش ممكن استغنى عنه لان انت مهمة حيبقوا فيه مجلس الشورى حيبقى موجود في اللجنة مش هيوفر على ان بعد عمل الدستور يعني 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 المصلح قد تقتدن هو ما استغناش عنه لكن حتى لو استغنى عنه حيستبقيه كعب وخامل مالوش اي قيمة في النظام السياسي الجديد ومع ذلك هحتفظ بيه مش هيحاله طب انا عندي سؤال هو مجلس الشعب الحالي بصلاحيات والمفروض التشريعية مش ممكن يعني كان طبعا الانتخابات بكرة امر الله نفس بس قصدي انه مش كان ممكن يطلع على التشريع ده من كام يوم اللي فاته او في اول جلسات ولا ما كانش ينفع يعمل ده في الاول خالص كده استاذ عزام لا اولا بس انت بتقول لي مجلس الشعب بصلاحات ومجلس الشعب الحقيقة انا بيقوله دايما معامل زي اللبن من زوء الدس هو من زوء الصلاحيات اه مش قاله تسلموا السلطة التشريعية خلاص نا اهما استلموا السلطة التشريعية دون صلاحيات اقول لحضرتك ازاي دكتور 71 كان له في باب السلطة التشريعية له فصل كامل بيتكلم في سلطات العامة نظام سلطات العامة اللي هو نظام الحكم يعني فصل الخامس كان متقسم الى 3 ابواب باب يخص مجلس الشعب باعتباره هي السلطة التشريعية حضرتك بدأ من المادة 86 من الدستور للمادة 136 يعني 50 مادة تتكلم عن تكوين المجلس وعن الدوائر الموسيرة له وعن انتخابات الرئيس والاقلة والاختصاصات يعني محدد انت عارف ان المجلس البرلمان بيقوم بدورين دور رقابي ودور تشريعي فمسلا يجي في الدور التشريعي يقول له ازاي تصدر القانون مين له حق الاعتراض مين له حق الاقتراح مين له حق التصديق وازا تم الخلاف حوالين التصديق ازاي يتم المسألة بينه بالرئيس الجمهورية ثم بعد هذا يتكلم عن ادوات الرقابة والاليات اللي بيستخدمها ازاي يعمل سؤال ازاي يعمل استجواب ازاي يطرح موضوع للنقاش العام ازاي يطرح السقة كل هذا الكلام الدستور بنص عليه حضرتك في الاعلان الدستوري عامة ليه اللي بنتكلم عنه بقى جاء له في هذا الاختصاص اعطى مجلس الشعب اختصاصين في مادتين اختصاص يتعلق بتشكيل الجمعية اللي حيعملها مع مجلس الشورى واختصاص تاني في مادة واحدة يعني الخمسين مادة اللي بنتكلم عنهم دول مادة واحدة قالوا فيه ان مجلس الشعب بيختص بالتشريع وبالرقابة والموافقة على الميزانية العامة ومنقشة الموازنة العامة واقرارها فقط طيب كيف حيباشر سلطة التشريع ما قالش كيف حيباشر الرقابة ما قالش وبالتالي حيبقى هنا اللي حيحصل ايه دخلوا وتكون المجلس وقام النهاردة مطلوب منه ايه يشتغل حيشتغل بايه يعني ايه الادوات اللي حتنظم ازا كان الدستور مش موجود ومن المفارقات ان هم حلفوا اليمين على دستور غير موجود احنا بنسميه في القانون يعني ايه اه اه اداء على غير محل يعني فكرة المحل غير موجودة وغير قائمة وهذا نسمع خمسمائة شخص بيحلفوا يعني اه اه دي نمر واحد نمر اتنين هيضطر يشتغل بلايحة اللي هي لايحة الداخلية المجلس الشعب هذه الليحة الداخلية المفروض انها بتبقى ترجمة لدستور واحد وسبعين اللي بيشتغلوا عليه طب هم الدستور مش موجود يبقى هم بيشتغلوا حيشتغلوا بلايحة بيتنظم دستور سقط مش بتنظم ما هو ده نتاج اللي نرجع نقول انه كان الدستور الاول هو دي ده طبعا بس خلاص اكملك بس حاجة مهمة جدا الغريب بقى في الامر انه هم في الجلسة الاولى قالوا انه هم هيعدلوا الليحة طيب الليحة في اول نص في الليحة بيقول ان هذه الليحة توضع بما لا يخالف احكام الدستور والقانون طب فين الدستور اللي هي هتحكم قواعد اعداد الليحة ما فيش فين هو القانون اللي انت بتشتغل عليه ما فيش وبالتالي هيبقى المسألة كلها اكتهدية وبعدين لو هو يجي يطرح سؤال او يعمل استجواب مع اي وزير من حق الوزير يقول له محدش بيديك حق الاستجواب ولا حق توجيه السؤال ولا تطرح الموضوع الثقة لان الدستور ما بيدخش الاعلان الدستور يخالي من هزا الكلام يعني بنفس المقول بعد كل حيتك قلته ده انه اصلا ما كانش من صراحات مجلس الشعب انه كان ممكن يلغي مجلس الشورى في اليام اللي فيتت دي ما كانش يقدر يعمل ده لا ولا يقدر يعمل حاجة اما ازا جيتي بقى لك ما عليش السواني اه انا عايزة نطلع فاصل ونرجع لك طيب انا عايز بس اعلق على حيطة مجلس الشورى اقول لك بس الخطورة اللي فيها بعد الفاصل ولا دلوقتي اه ممكن بعد الفاصل اه اه اوي اه اه لسه هنكمل كلامنا عن مجلس الشورى ولسه كمان نكمل على المقترحات والسيناريوهات المطروحة لرئاسة الجمهورية بعد الفاصل مع ضيفنا دكتور محمد محسوب عميد كلية حقوق جامعة المنوفية واستاذ عسوم الاسلامبولي الفقيه الدستوري خليكم معكم